يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ذريات والله بما تمنون خبير موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نتشرف بإعطاء فكرة عن المراكز القرآنية في بلادنا نتكلم على هذا المركز وقبل أن نتكلم على مركز ورش فإن الله سبحانه وتعالى عظم شأن الكتاب العزيز وقال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فالقرآن الكريم هو شرفنا وعزنا والنبي صلى الله عليه وسلم شرفنا وعزنا مركز ورش من أوائل المراكز القرآنية في منطقة العامرية يعني مجموعة من طلبة العلم وعلى رأسهم الأستاذ سعدي الكبيسي رئيس هذا المركز ويساعده مجموعة من أهل العلم ومن طلبة العلم الأستاذ عثمان الفلاحي وكثير من الأساتذة وطلبة العلم يعني قائمون على هذا الصرح العلمي نشاط المركز كبير ولله الحمد والمنة فهناك طبعا الدروس المختصة بكتاب الله تعالى بدءا من تلاوة كتاب الله تعالى وحفظه هذا الأساس الأول كذلك هناك دروس في رسم المصحف الشريف يلقيها الأستاذ الدكتور عبد الحكيم السام الرائي ورسم المصحف كما تعلمون هو ركن من أركان القراءة الصحيحة فمجموعة طيبة مباركة من طلبة العلم درست هذا العلم كذلك هناك محاضرات مختلفة في يعني تستطيع أو نستطيع أن نقول هناك منهج شرعي متكامل في هذا المركز المبارك بدءا كما قلت من تلاوة القرآن وحفظه وتعلم وتعليم القراءات القرآنية فبلادنا هي بلد القرآن الكريم وبلد القراءات لو استعرضنا استعراضا سريعا القراءة العاشرة على سبيل المثال بدءا من الحجاز نافع المدني وبين كثير المكي وأبو جعفر المدني ثم العراق بلد القرآن الكريم بلد تعليم القرآن الكريم والقراءات فعندنا العربي الصريح أبو عمر البصري المازني وعندنا يعقوب الحضرمي في البصرة كذلك عندما نأتي إلى الكوفة الغراء التي ازدانت ويعني تجملت بمجموعة خيرة من قراء القرآن الكريم وعلى رأسهم الإمام عاصم والإمام الكسائي وحمزة بن حبيب الزياد وخلف العاشر الذي كان في الكوفة ثم انتقل إلى بغداد ثم ابن عامر خاتمة القراءة العاشرة نقول العاشر خلف ابن عامر الشامي اليحصبي كان عربي صريح فعندما نأتي إلى موطن هؤلاء القراءة نجد مجموعة كبيرة من أهل العراق ولذلك نحن مثلا نتأسف على حال كثير من مناطقنا أنها بعيدة عن القرآن الكريم ولا سيما عندنا تاريخ عظيم ومشرف في حفظ كتاب الله تعالى وفي القرآن الكريم وفي القراءات المختلفة هذه واسطة الآن يعني مدينة واسطة الكوت الآن تسمى كان فيها العشرات بالمئات من قراء القرآن العظيم بغداد فيها القراء مختلف أسقاع هذا البلد يعني مناطق البلد فالعراق هو بلد القراءات فإن شاء الله نحن عازمون على تفعيل المراكز القرآنية وتفعيل الدروس العلمية حتى تناسب التاريخ العظيم لبلادنا هناك دروس شرعية أيضا في هذا المركز ودروس أيضا في علم الآلة دروس في الصرف العربي في الصرف وفي النحو مختلف الكتب التي درسناها وفي النية دروس في البلاغة أيضا فالجهود كبيرة في تعليم القرآن الكريم وهناك مجموعة من خيرة الحفاظ والآن بجنبي مثلا الأخ عثمان على سبيل المثال هو فازل قديما مسابقة قارئ العامرية فهذا المركز له عمق في هذه المدينة المباركة وفي بغداد الحبيبة جهود الأستاذ سعد الكبيسي كبيرة ليس في هذا المركز وإنما في أطراف بغداد في مركز الإمام الزهري يعلم القرآن الكريم يعلم القراءات القرآنية في هذا المكان وفي أطراف بغداد وفي النية إنشاء مراكز قرآنية أخرى وبارك الله فيكم جميعا اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم في مركزنا مركز ورش لإقراء وتحفيظ القرآن الكريم التابع للمركز العراقي للقرآن الكريم وعلومه الحقيقة مركز ورش كانت الفكرة بتسمية هذا المركز بهذا الإسم على الراوي الأول للقارئ النافع المدني واعتزازا بهذه القراءة كما قال قراءة حفص للعوام وقراءة ورش للأكابر فسمي هذا المركز بمركز ورش احتفاعا بهذا الرجل العظيم القارئ المصري الأصل فكانت الفكرة هكذا فانطلقت الفكرة إلى أن اجتمعنا مجموعة من المؤسسين منهم الشيخ الدكتور محمد خضير المضحي أبو عاصم إمامه خطيب هذا الجامع المبارك وكان معنا الأستاذ الدكتور صالح الجميلي ومجموعة من المشايخ فتوجهنا إلى المركز العراق للقرآن الكريم بعد أن خضعنا للاختبار وحصلنا على إجازة فتح المركز كان هذا المركز في أسفل هذا المكان عبارة عن غرفة صغيرة فبدأت الحلقات القرآنية تكبر وتتوسع فضاق بنا المكان فكان من أول القائمين على إنشاء هذا المركز بهذا الحجم حقيقة يعد هذا المركز من أكبر المراكز القرآنية الموجودة في العراق وليست في بغداد الدكتور عبدالله حسين القرطاني نهض هذا الرجل ومعه مجموعة من الخيرين فأسسوا هذا المركز كبناء ومن صدقات المحسنين اللي موجودين بالمسجد والمنطقة فبنين هذا الصرح العظيم هذا اللي يهتم بدراسة القرآن الكريم وعلومه المركز تأسس بالسبعة وطعاش بعد مثل ما ذكرت سابقاً أنه اجتزنا لاختبار اللي يقيم المركز العراقي للقرآن الكريم فبشرنا مع الطلاب احنا عدنا حقيقة المركز سنشوف ان شاء الله من خلال استعراض المركز من حيث الأماكن التدريس احنا عدنا بالمركز ما لا يقل عن ثمانية إلى تسعة أو عشر حلقات لدراسة أصول التلاوة تلاوة القرآن الكريم غالباً هي الأصل هي على حفص والبعض منهم يفردون على قراءة نافع منهم يفرد على ورش منهم على قالون منهم على السوسي وذكرنا الأخ العراقي المعروف ياسر العزاوي سجل ختمة كاملة على ورش على النافع بداعة القرآن الكريم وكثير من الطلاب منهم من يحمل قراءة أو قراءتين أو خمس قراءات منهم على الإفراد منهم على أهل الصلة وهذا موضوع قد يطول الشرح به فنريد أن نختصر حفاظاً على الوقت فعدنا حلقات تحفيظ إضافة إلى أننا عدنا دروس نسميها علوم الآلة وخصوصاً اللغة العربية هي التي تخدم قارع القرآن الكريم من حيث التوجيه ومن حيث النحو أو الصرف أو البلاغة وتوجيه القراءات القرآنية كذلك كانت عندنا درس مستمر في رسم المصحف القرآني أو رسم المصحف العثماني للشيخ الدكتور عبد الحكيم السام الرائي ودروس في التفسير ودروس أخرى في المواريث وخرجنا كثير من الطلاب على كثير من القراءات وخصوصاً حفظ وعادةً هم حقيقة يعني معروف مركزنا بضبط الطلاب أو بضبط تلاوة الطلاب اللي يتخرجون من مركزنا فالحقيقة يعني هذا المركز من المراكز المتميزة على كثرة هذه المراكز في العراق أو بغداد المقدمة الجزرية للإمام الجزري بسم الله الرحمن الرحيم يقول راج عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف ومن الذي رشن في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها باب مخارج الحروف مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين هاء أدناه غير هاءها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشينية والضاد من حافته إذ وليا لابراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها اشتركوا في القناة الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على النبي القرشي الخاتمي وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق للقلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد وأصلي وأسلم على النبي المختار صلى الله عليه وسلم وبعده الدرس المقام في مركز ورش طبعا دروس كثيرة بفضل الله تعالى ومنته ثم بجهود شيخ سعدي الكوبيسي حفظه الله الدروس متنوعة ومتعددة وتبدأ من السواد تبدأ بالتقطيع تبدأ بالأصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية تبدأ بالقراءات السبع والقراءة العشر هناك قسم يعني للتحفير نحن بالنسبة لي أدرس أصول التلاوة المستوى التحضيري الأعداد بفضل الله تعالى يعني تقريبا الآن عندنا في الحلقة ما يقارب الخمسة عشر طالب الأعمار متفاوتة فيهم ذي الشيبة وفيهم الشاب نبدأ من أحكام الاستعاذة والبسملة ثم ندخل بعد ذلك في أحكام النون الساكنة والتنوين ثم تأتي أحكام الميم ثم الساكنة ثم أحكام اللام ثم الغنن ومراتب الغنن ثم ندخل يعني بعد ذلك في أحكام الراء ثم ندخل في المدود بالتفصيل وضبطت الحاجة امتفال في كتابها المستوى التحضيري يعني أحكام التلاوة الرواية من طريق الشاطبية أيما ضبط فجزاه الله عنها كل خير ثم بعد ذلك ندخل في المخارج والصفات ثم في أحكام الوقف والابتداء حتى ينتهي الكتاب والحمد لله يعني رأيتم التطور الحادث عند الطالب حيث أن الطالب يأتي لا يجيد شيء من القراءة ولكن بفضل الله تعالى ثم الجهد والاستمرار والمواصلة رغبة منهم في التعبد لأن هذه الأحكام ما تدرس فقط يعني للترنم والتصويت ولكن لرفع الاثم عن القارئ لأن الله تعالى أمر بترتيل القرآن ورتل القرآن ترتيلها والترتيل هذا يجب أن يكون كما رتل النبي صلى الله عليه وسلم فنأتي متعبدين لله تعالى بهذا العلم طالبين منه الأجر والثواب وهاربين من الإثم الذي يتبع القراء الذين يخطؤون في كتاب الله عز وجل والخطأ قد يكون يعني به تغيير معنى كامل المعاني بحركة واحدة قد تتغير ويصبح الجملة من الإيمان إلى شيء آخر والحمد لله الدروس مستمرة والمركز نبع ما شاء الله معطاء وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ على بركة الله تعالى وعونه وتوفيقه تفضل السابع عادل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله ثم قلت باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل وهي عشرة أحدها المصدر وهو اسم الحدث الجاري على الفعل كضرب وإكرام وشرطه ألا يصغر ولا يحد بالتاء نحو ضربته ضربتين أو ضربات ولا يتبع قبل العمل وأن يخلفه فعل مع أن أو ما وعمله منونا أقيس نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ومضافا للفعل يعني يتيما على المفعول به للمصدر لإطعام لذلك يعني بعض القراءة أو بعض الإخوة القارئين القراءة الكريم لا يقف على تمام المعنى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما مفعول به للمصدر وهو الإطعام بفعله المصدر ألحق في العمل نعم أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ومضافا للفاعل أكثر نحو ولولا دفع الله الناس ومقرونا بأل ومضافا لمفعول ذكر فاعله ضعيف نعم وأقول لما أنهيت حكم الفعل بالنسبة إلى الأعمال أردفته بما يعمل عمل الفعل من الأسماء وبدأت منها بالمصدر لأن الفعل مشتق منه على الصحيح نعم واحترست بقولي الجاري على الفعل من اسم المصدر فإنه وإن كان اسما دالا على الحدث لكنه لا يجري على الفعل نعم وذلك نحو قولنا أعطيت عطاء فإن الآن أعطاء اسم مصدر والإعطاء هو المصدر نعم نعم فإن الذي يجري على أعطيت إنما هو إعطاء لأنه مستوفي لحروفه وكذا اغتسلت غسلا بخلافي اغتسل اغتسالا نعم وسيأتي شرح اسم المصدر بعد نعم وأشرت بتمثيلي بضرب وإكرام إلى مثالي مصدر الثلاث وغيره نعم ومثال ما يخلفه فعل مع أن قوله تعالى ولولا دفع الله الناس من يعرف لي هذه الآية الفاذة من كتاب الله تعالى تفضل أبا عبدا دكتور لو لا حرف امتناع لموجود أحسن أداة شر بير جازم حرف امتناع موجود نعم دفع مبتدى مرفوع على مطرح يظام الظاهر على آخره وهو مضاف لفظ جلال الله مضاف إليه بسم الجلال مضاف إليه من إضافة المصدر إلى إلى فاعله إلى فاعله والناس مفعول به مفعول به للمصدر أحسنت نعم والخبر محذوف وجوبه كائن أو موجود بسم الله والحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علمه ربي يسر وعنيا كريم شوانكم الصلاة الحمدين شوان صحتك وأن وصلنا الحاقة سورة الحاقة يلا نقرأ يلا عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلك بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريحا صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال ثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعة كأنهما عجاز نخل خاوي فهل ترى لهم من باقي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذناهم فأخذهم أخذة رابية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكات وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فتكتها دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل أرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف فيقول يا ليتني فسوف يقول أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول أقرأ كتابي إني ظلنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوتي كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أقنع عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم وصلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسركوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا قسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالعمين ثم لقطعنا منه الوتين فمنكم من أحد عنه حاجزين وأنه لتذكرة للمتقين وأن لنعلم أن منكم مكذبين وأنه لحسة على الكافرين وأنه لحق اليقين فسابح باسم ربك العظيم ممتاز جزاك الله خيرا مصطفى بارك الله بك الله يشتح لك يا رب العالمي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ابني مصطفى واحد من أبنائي الأربعة ثلاثة بنات وابني مصطفى أنا الفضل الله عز وجل علينا أنه بديت أول طفل عندي أحفظ القرآن لأنه قرآن سند إليه بالدنيا وبالآخرة الحمد لله أول ابنية تقريبا حفظت 12 جزء وعندي ابنية حفظت تقريبا عشرة إلى يعني والحمد لله هانوا إياهم من البيت الوالدة يعني زوجتي وهي مصطفى والحمد لله يعني الأمر أنه العلم والدين فما أثر طبعا قراءة القرآن وحفظ القرآن ما أثر أبد أبد على دراسته وإنما هو متفوق متفوق الحمد لله بالدراسة وأول والبنات كذلك متفوقين والحمد لله والحفظ مالهم كل الزيان يعني فتمنيت من الله أن يكون أكو تحفيظ للقرآن فابني مصطفى الحفظ ماله الحمد لله يحفظ ويجي أنا كل يوم وياه تقريبا خمس إلى أربع صلوات أنا وياه هنا بالمسجد أخذه وياه أعلمه بالطريق أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم أعلمه الأدب والشيخ ماله أعلم الأدب بداخل المسجد شلون يمشي شلون يقعد شلون فويا وياه بفضل الله عز وجل إلى أن من لقنا الشيخ محمد الله سلم حفظه الحمد لله لحد الآن جزئين وإن شاء الله أنا يعني ناوي بإذن الله إذا الله سلم أنه القرآن كله وهذا يعني ما أعلم رش أسوي بوقته يعني فالشي حلم حلم الحمد لله بفضل الله عز وجل وبمنه وكرمه من علينا وبأموال المحسنين من أهالي العامرية ببناء مركز ورش للقراءة والتحفيظ منذ العام 2018 بعد أن كان التحفيظ مقتصر على حلقات التحفيظ الصيفية فقط وبحرم الجامع من الله علينا ببناء هذا المركز استطعنا من خلال هذا المركز أن نحصل بعض الاستقلال من خلال أن التحفيظ يكون معزول عن المسجد بنفس الوقت يكون التحفيظ على مدار العام ما مقتصر فقط على الدورات الصيفية بالإضافة إلى أنه يكون دروس التحفيظ في داخل المركز وفي خارج المركز أيضا عن طريق الانترنت والتحفيظ الالكتروني بفضل الله عز وجل يوجد عندنا طلاب تحفيظ أكثر من 30 طالب تحفيظ مستويات التحفيظ لديهم من جزء إلى 20 و30 جزء أتم عندنا طالب واحد الحفظ الكتاب عز وجل والطلاب الباقين على الطريق بإذن الله أحنا المسؤوليتنا هي تضبيط الحفظ وبالتالي إخراج الطالب حفظه متين بأي وقت كان أي وقت يستغرق وقت التحفيظ بفضل الله عز وجل استطعنا من خلال هذا المركز إدراج دروس أخرى غير دروس التحفيظ دروس مساعدة للتحفيظ لها الدروس التي تختص بالقرآن الكريم مثل دروس اللغة العربية دروس علوم الآلة دروس اللغة العربية بالإضافة إلى دروس رسم المصحف ودروس التصحيح التلاوة التي تكون قبل دروس أحكام التجويد بالإضافة إلى دروس أحكام التجويد التي هي العمود الفقري لمركز ورش للقراءة وتحفيظ القرآن الكريم نطمح بإذن الله يكون أحد أهداف هذا المركز هو إدخال القرآن الكريم إلى كل بيت من بيوت المسلمين هذا الهدف هو الذي يريد أن نوصل له أكثر شيء بفضل الله عز وجل الطلاب عندنا الآن أعمارهم عندنا من ست سنوات وتسع سنوات إلى عندنا عمر ستين سنة بفضل الله عز وجل استقطابهم خاصة لأهالي منطقة العامرية يتميزون أصلاً أهالي منطقة العامرية منطقة محافظة متدينة فلذلك استقطابهم يكون أسهل ولكن نطبح أن يكونون أكثر بإذن الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علماً يا رب العالمين تخصصي في هذا المركز هو تدريس الطلاب طلاب القرآن الكريم تعلم القرآن الكريم التدريس يكون حول طريقة الأداء في تلاوة القرآن الكريم على الصوت والنغم طبيعة هذا الدرس يكون للطلاب الذين يمتلكون الموهبة الصوتية أو الخامة الصوتية والذين يستطيعون أن يؤدون الأنغام بتلاوة القرآن الكريم ويكونون ضابطين للأحكام أولاً لذلك اعتمد مركز ورش هذه الدروس مؤخراً لتطوير القارئ العراقي يتكون هذا الدرس من تعليم القارئ من البدايات من الأساس على الصوت على طبقات الصوت كيف يتحكم في طبقات صوته وكيف يمكن للقارئ أن يعرف ما هي مساحته الصوتية التي يمتلكها ويتعلم المقامات الرئيسية التي ممكن أن يستخدمها القارئ في تلاوة القرآن الكريم سواء كان كإمام في الصلاة أو قارئ في محافل القرآن الكريم وخصوصاً في شهر رمضان المبارك حيث يكون التركيز على الإمام في صلوات التراويح فيطيل الإمام بهذه الصلوات وفي صلوات القيام فيحتاج الإمام إلى إمكانية في التنوع بالأنغام وطبقات الصوتية حتى لا يمل السامع من صوت الإمام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين نسأل الله تعالى أن يبلغنا تمام هذا الكتاب بكما بلغنا أوله وأن يرزقنا الفهم والعمل الذي يرضيه عننا وبعد يا أحباب وصلنا إلى نهاية المدود وبقيت لنا فقط أدلة التحفة لهذا الموضوع من كتاب الحاج امتثال أحكام التلاوة والتجويد المستوى التحضيري وإن شاء الله في الدرس القادم سندخل في الفصل الثاني من هذا الكتاب المخارج والصفات والمخارج والصفات يراد لها دربة ويراد لها تمرين يا أخوة يراد لها جهد والله تعالى ثبت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن وتعرفون كم أراد الكفار من غواية النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا زال الله تعالى يحفظه ويحميه بهذا القرآن الكريم الذي به غذاء الأرواحي وقلنا أن الحرف على نية التعبد عشر حسنات على أقل ما يكون والله تعالى يفتح لمن يشاء والروح فقيرة مسكينة بحاجة إلى غذاء وغذاء هذه الروح هو القرآن الكريم والله تعالى سمى القرآن روحا قال الله تعالى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا إلى آخره أقرأ الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية بارك الله خيك فتح الله لك محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون يعني لو تقفون على رؤوس الآية أفضل يلا أكمل أكمل بارك الله فيك كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فتح الله لك وبارك الله فيك وأخذ الله بيدك كرر أن هذا القرآن رسالة الله الخالدة رسالة الله التي بعثها بواسطة جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعاها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام وأداها إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصدر الأول بمجاهديه هذه الأمة وحفظوا لنا الأمانة وحملوها بأتم وجه ونقلت إلى التابعين وهكذا بالسلسلة وبالتواتر وبالأسانيد وصلت إلينا فيا أيها المبارك لا تضيع يوما وأنت لا تنظر فيه إلى كتاب الله تعالى ولو نظر ولو تقرأ آية واحدة ولو كنت مريضا ملقا فليفتح لك المصحف ولتنظر فيه تقول هذه رسالة الله لابد أن أنظر فيها ولو نظر حتى تدمن النظر حتى يتعود يعني قلبك تتعود روحك على الالتساق بهذا الكتاب العزيز بهذه الرسالة الخالدة وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين فكتب الله العزة وكتب الله الرفعة لأوليائه وأصفيائه وما أنتم اليوم إلا خيار من خيار خصكم الله تعالى وحباكم بأن جلستم تذكرون الله تعالى وتتعلمون كتابه وتتعلمون تلاوة الكتاب وتتدبرون آيات القرآن الكريم وتتعلمون التفسير هذه يعني اصطفاء لأن الله تعالى يقول الله يخلقوه ويختار فجعل الاصطفاء والاختيار بعد الخلق فهنيئا لكم بحضور هذه الجلسات وأبشروا بالخير بأن الملائكة تحفكم بأن الحوت في بطن البحري يستغفر لكم الملائكة يدعون الله لكم ويستغفرون لكم ذكرنا المؤسسين وساعدون كثير من الأخوة أما كيفية استمرار وديمومة هذا المركز من الناحية المادية فأيضا على المحسنين البعض منهم يدفع مبلغ بسيط شهريا لدعم المركز الحقيقة راح تسألني تقول لي انتو شوه احتياجاتكم احتياجاتنا كثيرة منها مثلا احنا عندما نبدأ بتحفيظ الطلاب خصوصا صغار العمر من يحفظ من يحفظ من يحفظ عند المحفظ الجزء كاملا ييجي يمي هنا يحفظ أنطيه محفظة أنطيه كارت موبايل ابو الخمسة أنطيه مجموعة قلام مصحف قد يكون مجزة أو غيره ندعم هذا الطالب لأن يستمر ويستمر بالحفظ ونحاول نوصل الحقيقة بهذه الطريقة وطريقتنا للتحفيظ من الطرق المعتمدة في تحفيظ القرآن الكريم وأغلبهم يكونون ضابطين أول طالب تخرج حفظا كاملا هو الشيخ سرمد سابقنا به على مستوى العراق ويجاب المرحلة الخامسة لأول مرة يسابق وجاب المرحلة الخامسة وعلى هذا الأمر عدد الطلاب الدارسين بحدود 35 طالب على الحفظ منهم من يحفظ جزء ومنهم يحفظ جزءين منهم من يحفظ القرآن كاملا منهم من يحفظ 25 جزء ومنهم متفاوتين بالحفظ ومستمرين على هذا النهج إضافة إلى أنه هذا المركز يتميز عن كثير من المراكز إن المدرسين الموجودين هم كلهم من حملة القراءات العشرة سواء كانت الصغرى أو الكبرى أو الشواب فهذه ميزة يتميز بها هذا المركز ولهذا إحنا عدنا مركزنا الدراسات القرآنية أو القراءات القرآنية على مختلف الروايات والقراءات مستمرة والآن عدنا دروس منها مثلا على الإفراد ومنها عدنا درس طلاب يقرؤون على القراءات العشرة المتواترة ومن أوت العلم ذريات والله بما تمنون خبير